السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع بعد الضجة لأثارها التصريح اللي قام به الأخ ياسر بتواجده على قناة دوزيم وأنه تسجل أحد الحلقات من صباحية دوزيم مع سمير البلوي واللي كانت سبقت أيضا الفنانة نرجس أنها أيضا تواجدت باعتبارهم مؤثرين على وسائل تواصل اجتماعي هذه المسألة طرقت لها أحد المنصات المعروفة بطبيعة الحال وكانت المدخلة الجوهرة الجزائرية في قمة الحقد والحسد صراحة تكلمت على هذه الشخصين بدون ذكر أسمائهم تكلمت عليهم وقالت بأن القنوات الرسمية والتي تستضيف التافهين بهذا المعنى قالت أن القنوات الرسمية المغربية ولا تستضيف التافهين وهذا يعني مستوى لا يلقى بالقنوات الرسمية وكيفاش أن القنوات الرسمية المغربية ولا تحتية تكلم وترد على الجزائر وعلى الإساءات اللي تعرضوا لها المغاربة من الجزائر حتى مولة ويجيبوا الناس اللي كانوا يتكلموا على هذه الأمور في منصة ديالهم وتستضفهم السيدة معجبهاش الحال أن المغرب حتى هو غادي يعني يستضف ناس اللي مؤثرين واللي كيدفعوا على الوطن يعني بطريقة أخرى من خلالي اللايفات أو من خلال الفيديويات أو من خلالي يعني الواقع أيضا هي أعتبرت هذا الشيء غير مناسب وأن كيفاش حنايا يعني يولينا مشابهين وهذه هي الأكثر إزعاجا قالت أن القنوات المغربية ولت مشابهة للقنوات الجزائرية وهذا يعني حتى حد ما يقبله لأنه كان فرق شاسع وكبير بين القنوات المغربية الرسمية وبين الجزائرية قنوات الجزائرية يا جوهر أساءت للمغاربة وأساءت للمرأة المغربية وطعنت في شرف المرأة المغربية واتهمتها في عرضها وهذه حاجة ما يمكنش نتشابه فيها نهائيا لأننا نحن ما كان نزلوش لهذه المستويات الرخيصة التي تستعملها القنوات الرسمية لجزائر المغاربة من يستطف أشخاص ومرأة معارفية شكونا يدخل عندهم شكونا يدخل لاستوديويات القنوات المغربية وبما أنهم استقبلوا ياسر واستقبلوا نرجس فهذا دليل على أنهم ناس محترمين وناس في قمة الأدب وقمة الاحترام وقمة الرقي بالإضافة إلى أنهم فعلا مؤثرين على وصائل التواصل الاجتماعي ولديهم دور مهم شهدت لهم به الكثير من الناس المتابعين على حساباتهم سواء على اليوتيوب أو على التيك توك أو على غيرها من المنصات صراحة هذه الإنسانة بينت واحد للدرجة من الحقد ودخلت في شي أمور بعيد عليها باش الجهية تعطينا الفتاوي شنو نديرو وتفرض علينا أننا لا القنوات كيفاش يستطفوا هذه الأشخاص وإضافة إلى هاتشي قالت أن التيك توك يعني المستوى دياله نازل وكيفاش أن القنوات الرسمية تستطف ناس من هاد المنابر يعني ديالتيك توك في حين أننا نحن عارفين أن التيك توك فيه بعض السلبيات ولكن أيضا راكين فيه الدكاترة اللي ترفع لهم القبعة فيه ناس أكاديميين فيه ناس محترمين فيه عقول راقية تعطيك المعلومة وتعطيك الدلائل بالوثائق مثل الدكتور عبد الحقس نايبي مثل الدكتور منر سليمي مثل الكثير يعني صراحة من الناس المحترمين وين بينهم أيضا ردوان فروحي اللي هو صحفي على قناة دوزام اللي حتا هو نضم لنا وحتا هو را عندهم منصة دياله ويتكلم بكل بكل حرية بطريقة اللي تناسبه وكان الناس أخرين بالإضافة إلى الرأي المغربي استسعيد أبرنوس كان مزاف الأشخاص اللي ترفعوا لهم القبعة وناس محترمين هي خلطت كل شيء أردت أن تيك توك مجرد مكان شعبوي لا يليقوا بأن الأشخاص المتواجدين فيه يكون عندهم واحد القيمة واحد القدر وقدروا يدخلوا القنوات الرسمية ويتكلموا فيها ويكونوا ضيوف محترمين ويكونوا عندهم واحد القيمة واحد القدر في هذه القنوات هذه الإنسانة صراحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وبلغ بها الحقد والحاسد للدرجة أنها خلطت كل شيء وردت المغاربة بحل الجزائريين وردت القنوات المغربية هي هي نفسها الجزائرية هذه الفيديو رأي متواجد على التيك توك متواجد أيضا على اللايفات اللي كانت مشاركة فيها أنا باش نهز هذا الفيديو ونزله عندي هنا خفت أنا توقع له أيضا الكوبيرايت لأنه صراحة القناة متضررة من هذه المسألة لهذا أنا أعطيت الرأي ديالي بخصوص تكشي اللي سمعت وقدمت الكلام اللي قالتوا بلسانها وكيفاش قالتوا وصفت ياسر وبدون ذكر أسماءهم أيضا وصفتهم بتافيهين وأنهم يعني القنوات الرسمية بدأت يعني الشوها كما قالت هي يعني قالت كثير من الأمور التي لا تناسبونها ولن يعني صراحة نتجوزها هكذا مرورة الكرام يجب حسب هذه الإنسانة لأنها تتدخل في أمور بعيدة عنها كيفاش هي اللي يجي تعطي الأوامر وهي اللي تعطينا الرأي ديالها شكول اللي يجيبوه القنوات الرسمية وشكول اللي ما يجيبوش واش هاد الإنسان ما عارفاش الحدود ديالها أو اللي يعطوها الفرصة أن تتكلم مفاهموهاش فين خاصة توقف يعني صراحة أنا بديت نكتشف كثير من الأمور اللي تزعجونا كثيرا مع الأسف الشديد المهم أنا غدي أخلكم الرأي ديالكم أنتموا في هات المسألة والفيديو رأي موجود على التيك توك اللي بغا تواصل معي على قناتي أيضا على حساب على التيك توك رأي بنفس الإسم وغادي نزلوا إن شاء الله هنا على اليوتيوب باش اللي بغا يدخل عن طريق تيك توك عن طريق اليوتيوب إلى قناتي على التيك توك مرحبا وتحياتي للجميع وشكرا